مجتمعية ممتازة احنا كتير تكبرين فيها حملة لا تكبرونا بعد نصغر يعني اليوم عم نحتفل بجهود عن جد كبيرة يعني تمرها تمرتها تغييرات حقيقية بحياة اكتر من 900 فتاة ونجاحات ملموسة على الارض في وقف تزويج الأطفال في مجتمع البقاع في لبنان طلقت الحملة في 2019 وقدرت تكون عن جد نموذج يعني بالتغيير الحقيقي والسياق للحملة ما كان سهل لا سياق السياسي ولا الاجتماعي ولا الاقتصادي كله كان كتير معقد والقيادة كانت كاملة من من أحل القضية من الأشخاص اللي يتأثروا متأثرين بظاهرة تزويج الأطفال ولكن الحملة قدرت يعني تبني تجمع المجتمع التباحة من حولها وتعمل تحالفات اللي سمح أنها تعمل بتغيير حقيقي يعني منعتبر إحنا لا تكبرونا بعدنا بعدنا صغار مثال رائع على تنظيم أصحاب القضية وأهل القضية لليعملوا هذا التغيير عشان هم طبقوا نهج تنظيم المجتمع وكمان نحتفل بإنها كمان حملة دعمتها شراكة منتازة بين ودعم مستمر من مؤسسة النساء الآن في لبنان اللي آمنت بأهل القضية وبقدرتهم على التغيير وكمان شاركتنا نحنا كمؤسسة أهل حتى نقدر انمكن القيادين والقياديات وهي الحملة على التنظيم المجتمعي في كتير منكم ممكن سمع عن الحملة من قبل أو احنا شاركنا عنها لأنه بأول مراحل عملنا بالشراكة مع مؤسسة النساء الآن دراسة حالة وأطلقناها ولكن كمان اللي عملنا إنه باستمرارية الحملة وثقنا المراحل فيما بعد كمان استمرارية الحملة والمراحل اللي كملتها بإصدار تاني لدراسة الحالة وبفرجي تطور الحملة وقدرتها على الاستمرار وتطوير القيادة في المجتمع بدي بدي أرحب بطبعا كل الحضور وكمان أرحب بالمتحدثين من اليوم حيكون معنا قياديات من الحملة ست صفاء السلات المنصقة لحملة اللي اكتبرونا بعدنا صغار ست خديجة الأحمد اللي هي منظمة في الحملة زهراء الكيلاني اللي هي كمان منظمة في الحملة وكانت من قبل جزء من المجتمع سمته الحملة سفيرات سفيرات الطفولة وحتفرجينا كمان كيف طورت قيادتها كمان بحب أرحب بست كوثر عبد الفتاح اللي هي الهدور بفريق معين بالحملة فريق الأرز اللي اشتغل بهدف مختلف أو اشتغل إنه الحملة تعمل مطالبات غير شغلها التعاوني كمان طبعا بحب أرحب بأنس تلو اللي هو بمثل مؤسسة النساء الآن في لبنان هو مدير قسم الحملات والمناصرة في المؤسسة المؤسسة النساء الآن بالتنمية في لبنان وطبعا زميلتي ريم منع اللي هي المديرة التنفيذية لأهل و كثير منكم بعرفوها كخبيرة ومختصة بالتنظيم المجتمعي والتمكين وبالآخر بحب أشكر ست نسرين العالمي اللي حتكون ميسرة هاي الجلسة نسرين خبيرة مختصة في في يعني في أمور التنمية المستدامة والبرامج اللي هدفن بحقوق المناء شكرا لكم كلكم وشكرا لكم معانا اليوم نسرين شكرا أنك حتكوني معانا تيسري هاي الجلسة وإن شاء الله تغنيها وببلش معاك شكرا جمعنا وأهلا وسهلا فيكم جميعا يعني كتير سعيدة أني أكون معاكم اليوم ومتحمسة للتعمق بالاستماع لتجربة حملة لاتكبرونا ونحن عم نحضر لهذا اللقاء كان يعني كان كتير واضح بالنسبة إلنا أنه في شقين للقصة منحب نتعمق فيهم جزء منه طبعا هو الاحتفال بنجاح تجربة الحملة اللي صار عمرها خمس سنين تقريبا ونفهم ونتعمق بالتجربة اللي مروا فيها بالنجاح بفهمهم للمشكلة اللي عم بيواجهوها من ناحية تزويج الأطفال والطفلات بشكل خاص والشق التاني من القصة هو الشراكة ما بين مؤسسة أهل ومؤسسة النساء الآن وتبني نهج التنظيم المجتمعي للتعامل مع قضية ملحة ومهمة بالنسبة لكتير من المؤسسات المعنية بالقضايا حقوق الإنسان حقوق الأطفال حقوق المرأة في منطقتنا وللأسف مع كل الجهود اللي نحنا نعرف إنها موجودة للتعامل مع قضية التزويج الأطفال نحنا منشوف إنه بعالمنا العربي في عوامل الحرب واللجوء وغياب الحماية وغياب الخدمات اللي بتغذي وبتفاقم من هاي المشكلة في كتير من مجتمعاتنا فشعرنا إنه كتير في ضرورة لنلقي الضوء أكتر على تجربة الحملة وخصوصا من ناحية التعامل مع ديناميكية القوة اللي دايما بتحكم كتير من العمل التنموي وسواء العلاقات بين المجتمع المحلي والمؤسسات والجهات المانحة والآخر هي هذي كل هات تحديات أظن كتير منا بواجهها في عمله فبالجزء الأول من اللقاء اليوم بدنا نتعمق أكتر بالجزء الأول اللي هو التعمق بتجربة الحملة وقدمت جمانا القياد اللي موجودين اللي هم كانوا جزء من مسيرة الحملة بعض منهم من بداياتها وطبعاً أنا ستله من مؤسسة النساء الآن فنبدأ معك أناس ومتحمسين نسمع أكتر عن تجربتكم شكراً مرحبا جميعاً شكراً جمانا شكراً نسرين على التقديم أنا رح شارك شوي سلايدات حتى جمانا شكراً يعني رح تشاركي من عندك جمانا أوكي الحبل لشيك حبيت رجع بالذاكرة للألفين وتسابعوش شهر عشرة بالألفين وتسابعوش كنا وقت أخذنا القرار أنه نبني شراكة مع مؤسسة أهل لإعتماد نهج التنظيم المجتمع بحملة ضد زوج الطفلات لأخذنا هذا القرار كان سبق تمس سنين 2014 إلى 2019 بعمل قاعدي ومكسف مع النساء المتواجدات بمنطقة البقع غالباً من اللاجئات السوريات وكمان من السيدات اللبنانيات والفلسطينيات بالبقع بهذه الفترة كان دائماً تنطرح من خلال عدة برامج تشتغل عليها النساء الآن منها المشاركة والحماية والتمكين أو القضية التزويج للأطفال ودائماً كانوا السيدات والفتيات اللي عم يخوضوا هاي التجربة أو عايشوها بمستويات مختلفة سواءً هنن كانوا متؤثرات بشكل مباشر معرضات لهذا التزويج أو هنن ربيوا بأسر تعرضت للتزويج فهنن أهل القضية تماماً كان دائماً نقلونا أنه شكلة توعية التقليدي اللي عم تخبرونا أنه هاي المخاطر واحدة ثلاثة لا يؤدي إلى تغيير ومن هون طلعت معنا الفكرة أنه ماذا يصنع التغيير فكنا متعارفين على أهل وعلى النهج فبلشنا شوي شوي نبني هذا الفريق الصغير من هيديات الحملة كنا بتذكر أنا وفاطمة وصفاء وراما بعدين الصبايا هنن صاروا يتوسعوا ويبنوا فرقون هلأ بنشوف فعت شوي لما بدي أحكي عن الهيكلية كيف توسعت دائماً أنا بحب أحكي عن الفكرة اللي طلعت أنه هي ما إجت من مؤسسة النساء لأنه قالت يلا نعمل حملة ضد تزويج الأطفال هي مبنية على خبرة خمس سنين حول القضية وتعايش يعني عن كثب مع السيدات اللي عم يعانوا من هاي المشكلة وهنني اللي جابوا الموضوع إلى الطاولة نحنا كان الدفشة اللي دفشناها هي أنه نبني هاي الشراكة ممكن السلايدي اللي بعده بخلال هالخمس سنين كتير كان يعني كنت أنا عم بلش مع ثلاث سيدات أنا شخصياً ما عشت بأسرة تضع لتجربة تزوج الأطفال ولكن خالتي كانت مزوجة وهي طفلة وهي خالتي كتير قريبة مني مثل أمي فكنت دائماً شوف آثار هذا التزوج عليها وضل بيبالي ومن عملي بالنساء الآن صر تشوف وقاطع هذول النصص الشخصية للسيدات فكنت أنا شخصياً كمان مهتم بهذه القضية فبلشنا بال2019 إذا ممكن للسلايدي اللي قبله جمانا بس قبل ما نفوت بالمراحل حابب أن أقول من الفكرة اللي حكيت فيها من 2019 لهلأ قديش قدرت الحملة تحققت غير بالأرقام 3154 عائلة اتعهدت أنه هن ما يزوجوا أطفالها قبل ما يصيروا عمرهم 18 هذا العدد الكمي لمجتمع الحملة المجتمعي اللي داعم للحملة 468 حالة طفلة وطفل تم فسخ خطوبتهم بجهود الحملة هنن كانوا رايحين نحو التزوج و435 طفلة وطفل هنن قدرت قياديات الحملة وقياديها يخلقوا نوع من المفاوضات مع الأهل إنه إذا كان عمره 17 أقرب للـ 18 وما بدون يفسقوا الخطبة فليش ما بنأجلها للـ 18 وهدول الأشياء ما كانت من القبل محتوطة بقطة الاستراتيجية ولكن بالممارسة كنا نشوف شو الشغلات المتناسبة مع المجتمع هدول الأرقام اللي حاول أولن بين خلال عدة مراحل المرحلة الأولى اللي هي بلشت بالـ 2016 2020 وكان في خوف للأمانة من مؤسسة النساء الآن ومن القياديات والقيادين إنه يبلشوا ترحي المشكلة بالفضاء العام مع المجتمع اللي بأغلبه محافظ فكانت هي ما لنوعية يعني ما كانت عم متجرأة إنه تستهدف عائلات وتتسخط بطن ولكن عم تبني القاعدة المجتمعية لإلها فكان الهدف والعائلات أكتر فكان الهدف إنه هن ياخدوا 500 عهد من عائلات و100 عهد إنه هن كانوا داعمين للحملة بغض النظر إذا هن نغيروا رأيهم أو لا كان بدهم حدا بس يحرقهم لا ياخدوا هذا الالتزام ولكن 100 عائلة أيضا كان الهدف إنه هن يغيروا ويتدخلوا ويغيروا رأيها هذا الهدف ولكن الحملة رغم COVID-19 رغم أزمة الكورونا هي قدرت بدل 500 1826 تحهد من العائلات وبدل المية 176 تغيير رأي ومن خلال هذا العمل هي بالصطفة ما كان مخطط لهذا الهدف قدرت تفسخ 13 خطبة وهون ناخد لكيف بنت الهدف الاستراتيجي الثاني هذا الهدف التعاوني الهدف الاستراتيجي التعاوني كان فيه هدف استراتيجي طاغت إنه كان عمي يقوده فريق الأرز بعد شوي سيدة كوسر بتحكي عنه أكتر هو كمان كيف قدرت الحملة حرك شيخات وشيوخ من مختلف الطواقف ليكونوا بخطاب ديني مغاير للخطاب الديني السائد واللي يدفع إلى أو يسمح ويتسامح مع تزويج الطفلات هاي المرحلة الأولى كانت بس عم تبني قاعدة المجتمعية للحملة وانتقلت منها للمرحلة الثانية يلي كانت بعام 2021 بلشت بثلاث أشهر من الاستماع للمجتمع يعني هون كمان بنشوف إنه قياديات الحملة مو لحالهم عم يحطوا الخطة الاستراتيجية لإلون عم يعدوا يفكروا مع بعضهم هذا الشيء كثير أكيد مهم ولكن كمان هنا ما عم يكتفوا إنه هن الأصحاب القرار عن كل المجتمع وإنما كانوا عم يرجعوا يسمعوا العينات من المجتمع من الناس يلي اشتغلوا معهم بالمرحلة الأولى ليسألوهم كيف كان تدخل الحملة شو بتنصحونا ومن هون قالوا لهم روحوا اشتغلوا مع الرجال فطلعت الخطة التانية اللي طبقت بال2021 وهي إنه يحركوا رجال مناصرين للحملة يلتقون مع الحملة قيميا هنن ضد تزويج الأطفال ولكن عندهم أقارب عندهم طفلات مخطوبات فهنن بيقدروا يخلقوا هذا الربط ما بين الحملة كقياديات وبغالبية نسائية وبين رجال عندهم القدرة إنه ياخدوا القرار ويوقفوا الخطبات باستخدام من الرأس المال الاجتماعي المونة يعني هدول الرجال المحركين بيلتقوا قيميا مع الحملة بس بيلتقوا بالعلاقات الاجتماعية والقرابة مع الرجال وبالفعل الحملة وقتها قالت خلينا نجرب إنه نفسخ بس 55 خطبة بس هي قدرت تفسخ 60 خطبة وتأجل 49 خطبة وتأخذ 100 تعهد جديد من العائلات هذا انتهى بال2021 وانتهت معها دراسة الحالة الأولى يلي نشرناها من سنتين منروح للسلايدي اللي بعده إذا ممكن جوانا بالمرحلة الثالثة اللي هي الملحق بالدراسة عم يحكي عنها كمان بس خلصت الحملة عمنا جلسة مثل هي تماما وكان في آراء من الناس المشاركين والمشاركات إنه كثير منيح إنه نساء يقدروا يحركوا رجال ولكن وين اليافعات وين الفلاط المتأثيرات بشكل مباشر ليش ما يكونوا عم ياخدوا دور قيادي أكتر وبالمقابل كمان كان بالحملات الاستماع يلي سبقت هاي المرحلة كان في رأي من المجتمع إنه اليافعات كمان أحيانا هنن بينغروا بصة الفلسطان الأبيض والتزوج فكمان هنن لازم يكونوا فاعلات فرحنا هون بدل من الحملة تحرك رجال صارت بنفس الطريقة بس عم نتحرك يافعات ويافعين وسموهم سفيرات الطفولة يلي هنن صاروا يروحوا يقنعوا الأقران تبعهم بالمدارس وبالمقيمات وبالحارة وبالبيوت وبنات عمهم وبنات خالتهم وأحيانا إخواتهم حتى هنن يكونوا عم يقنعوهم ويجيبوهم لمساحقات كانت عم تستضيف الحملة بإدارة القيادات حتى يفتحوا هذا النقاش ومنهم ياخدوا التعهد بعض هدول الطفلات كانوا مباشرة عم يتعهدوا ويروحوا لأنه هنن كانوا مع تزوج الطفلات في منهم كانوا هنن عم يتدربوا على كيف يقنعوا أهلهم إذا كانوا أهلهم هنن اللي عم يجبوهم يتزوجوا المحصلة وهي الدراسة كثير يعني الملحق أنا كثير بنصح أنه تقروها موجودة على موقع أهل وعلى موقع النساء الآن لأنه بتشوفوا كيف هيك الحملة يعني وخاصة الدراسة هي عم تحكي عن مقاربة كثير فردية يعني عن الأفراد نفسهم ما بتحكي عن كل الحملة هي عم تبلش من قصص شخصية لسفيرات كيف بدروا يخلقوا التغيير بهاي المرحلة اللي كانت بالعام 2022 قدرت الحملة أنه هي تاخد 662 تشوفوا كيف عم يكبر الجهد وعم تكبر الفرق القيادية مع الحملة بتقدم الزمن وتقدم الثقة بالحملة لأنه هي دائما عم تكون من المجتمع وعم تستمع للمجتمع وعلى صلة وثيقة مع السلطات الدينية وقدرت تفسخ 109 خطبات وتأجل 90 خطبة بنفس الوقت هدول إذا لاحظوا دائما الحملة عم تشتغل على مسارين استراتيجيا مسار تعاوني مع الأهالي ومسار ضاغط على المحاكم والسلطات الشرعية قيادة فريل الأرس فهون كان قدرت الحملة تاخد تعميم من دار الإفتاء بفرض أنه نحن معكم ونحن نتعهد أنه بالمستقبل نكون عم نسائل الشيوخ العرفيين اللي عم يزوجوا هدول الطفلات والأطفال بدون أي سلطة قانونية أو شرعية انتهت الملحق الدراسة الحالة هون بنهاية الـ2022 ولكن الحملة استمرت المرحلة الرابعة اللي هي بين 2023 و2024 هي بلشت بشهر خمسة السنة الماضية انتهت بشهر آدار من هاي السنة عدد المنظمين صاروا 72 حشدوا فرق قيادية هالمرة ما خصصوا رجال أو سفيرات وإنما أشركوا كل المجتمع ليكونوا محركين ليكونوا عم يساعدوهم بخلق هذا التغيير وبالفعل كان أهم شيء أنه سفيرات المرحلة الثالثة بعضهم صاروا منظمات فكمان عم تنبنى القيادة مو بس عم تستعين الحملة بقياديات من المجتمع وقيادين وإنما دائما عم تشوف مين منهم أشخاص ملتزيمين وملتزيمات وقدروا يخلقوا تغيير بالمرحلة اللي قبلها طيب ليش ما تكونوا جزء من هيكلية الحملة كمنظمات ومنظمين بالأرقام الحملة بالمرحلة الأخيرة قدرت تتحقق 566 تعهد من الأسر وفسخت 286 خطبة وأجلت 296 وكمان هلأ بعد شوية مثل ما قالت مع كوثر بيت تحكي أكتر عن المحكمة الشرعية هون مو بس عملة التعميم وإنما كانت الحملة عم تقل ماذا بعد التعميم فبهاي المرحلة كانت هي عم تساعدها بأنه تأخذ عطية ذاتها لبيانات لشيوخ عرفيين وتستدعيهم المحكمة وتمارس الضغط وتتأكد أنه هن فعليا استدعتهم أو لا بكفي هيك ولا أنا بفضل الهيكلية أحكي عنها جمانة بس نحكي أكتر عن دور النساء الآن وعلاقتها هيكليا مع الحملة بالآخر تمام أناس أعطي الدور مباشرة لصفاء صفاء تعرفت عليها مثل ما قلت لكم لـ 2019 كانت عم أحضر جلسات مطالعة مع النساء الآن وأنا كنت عم أدور على قياديات مرأة وبتجربة تزوج الأطفال لأحشدهم للحملة واجتمعت فيها وكان عندي الحظ والفرصة أنه ألتقي فيها وهي استمرت لهلأ بأدوار مختلفة هلأ لح تحكي أكتر صفاء عن النجاحات كيف يشوفوها قياديات الحملة وشو معايير النجاح وفهمهم لأله يعطيك العافية أنس مرحبا أنا صفاء سلات المنسئة العامية الحملة ثلاث كابونا بعد نصهار نضميت للحملة لأني مريت بتجربة الزواج المبكر شخصيا وحسيت بالمخاطر اللي بتتعرض للبنات إن كان على الصعيد النفسي أو الصعيد الجسدي لأنه ما بريد الفتيات كمان يعيشوا بنفس التجربة اللي مرأت فيها أنا بالبداية كنا أشخاص عاديين كل حدا مرأت فينا بتجربة مختلفة عن الثاني كنا نحس حالنا ضحايا لهذا الزواج بالمجتمع ما كانت عندنا المساحة الكافية والآمنة لنحكي مشاكلنا ونقول نحن نتعرضنا لكذا كذا بس بعد ما جمعنا حالنا ونضمينا للحملة خضعنا لتدريبات تنظيم المجتمع وتمكننا لقاء واحد لواحد والقصة الشخصية بلجنا نروح لعند الناس ونحكي عن قصصنا ونخبر عن الحملة وحسينا بالتجاوب كثير يعني نحكي قصصنا بلجنا من حالنا قبل ما نسأل الناس عن قصصهم نحن نبلش من حالنا فهون حسينا بتجاوب كبير منهم وصاروا هم يحكو لنا عن قصصهم وهون ثقتنا بنفسنا صارت شوية تزيد صار عننا قوة أكبر وجرأة للمواجهة مع الناس وبدل ما كنا نحس حالنا ضحايا كمان صار نحس بالعكس نحنا أشخاص فخورين بحالنا وعننا أمل نحنا نغير وكانت قوة كبيرة تطلع مننا ونحنا حسينا لنا دور بالمجتمع كان صار في مرحلة من المراحل بعد المرحلة قاعدة اجتماعية جماهيرية دائمة للحملة هذه الحملة قررنا نعمل فيها وقت جلسات اجتماع لمن ثلاث تشهر لنرى ونسمع رأي الناس لماذا هذه الظاهرة تزيد وماذا تجعل الأهالي تزوج أطفال وماذا الحل برأيكم فهذا عطى صدى ونجاح كبير لنا بالنسبة لنا وبالنسبة للناس لدينا ثقة معهم جسر كثير قوي من الثقة المتبادلة وهم يشعروا أنه رأيهم مهم بالنسبة للمجتمع والذي تذكر يقولون أنه أنت أول من الجماعيات التي ترجع لنا وتأخذ رأينا ليس مثل أي جماعية بتفل وتأخذ يعني لم يرون أننا أشخاص مثلنا من نفس محيط وبيئتهم ليس فقط نعطيهم جلسة التوعي من روح وهون كل مرحلة عن مرحلة بهذه الحملة كنا نزيد وعددنا وصوتنا يكبر ويعلى وصوتنا يعني وصرنا كتلة قوية على الأرض حسين بالسنة التي قلنا لدينا أخيرة في سنة السفراء استثمرنا بمواردهم بهذه السنة حشدناهم يعني حصرنا حشدنا للحملة من قاعدة السفراء السابقين وتعتبر هذه الحملة الخطوة عزيزية لمواردنا وموارد الشباب التي حشدناهم وكما تعتبر بصلبة التنظيم المجتمعي فصار للسفراء دور قيادة بالحملة يعني كانوا سفراء صاروا منظمين وهالشيء الحلو يعني ما بيوقف الدور للشخص بمكان واحد لا بذلك المنظمين بصيروا منسئين والمنسئين بصيروا منسئين يعني المنسئين فرق محلي والمنسئين الفرق المحلي بصيروا فرق جغرافي يعني دايما الشخص يطور من المهارات والقيادة ويطلع سلم القيادة درجة درجة مثل ما صار مع زميلتنا خديجة الأحمد هي من فريق بر الياس وهي معنا موجودة وهلأ رح تخبرنا أكتر عن حالة بطلب مننا جم خديجة انتي معنا يمكن خديجة مسموع خديجة واضح جدا خديجة الأحمد مناسب الفريق محلي برليات ما رح طول عليكم رح احتي باختصار يعني مداية أنا كنت عانت شوف كيف ظهرت الزواج القاصرات ذاتة تكتفيل في هاي الفقاتي وقرايبي وغيرهم وكنت أسمع كثير انه عادي نهاية البنت لبيت زوجها وهذا الشيء طبيعي برأي حاولت تغير شيء بيالي حوالي بس ماكنت أقدر أو ماكنت أعرف كيف الطريقة وأول ما سمعت بها الحملة انضميت من هون بلشت تتوضح الأمور بالنسبة لأي بدأت منظمة وبلشت تكتب مهارات القيادة والإقناع ووقت حتى كنت وصلت لليل بيالي صار عندي قدرة على إقناع أغلبي الأشخاص بكثير لو أخذ الموضوع كذا جلسة أو كذا نقاش بس إنهم صارت قادرة أغير رأي بالنسبة كبيرة من الناس بعد هكت رشحت لأكون منصئة بفريق جديد بعد ما صارت قادرة أعطي تدريبات تدرب المنظمين اللي يكونوا معنا وسلم فريق جديد لمنطقة جغرافية جديدة طبعا هذا التوسع جغرافي كان جدا ممت لأن هذه المنطقة فريق مؤلف المستفيرات الفعالين الذين كانوا حابين يتفق معنا ويضم لأن بسيط يكونوا منظمين لأن عمار ومصغيرة فهن عندهم الشغف يكونوا مؤسسين بالمجتمع وغيره وأنا لمس هذا الشغف الحماس على عكس المتوقع أن الناس مستخدم لأن عمار ومستخدم لا بالعكس الحقيقة كانوا منظمين وفعالين بطريقة وهلأ صرت حس حالي فعالة وقدرت أصل إلى الشي اللي كان ببطية ومستمرين من نجاح لنجاح لحتى نخفف من هذه الظاهرة قدر الإنسان ومسال على المنظمين اللي كانوا معنا جدد بهذه المرحلة في زهراء رح تشاركنا تجربة فضلي زهراء إحكيم تجربة سلامات جميعا أنا زهراء الكيلاني من حملة لا تكبرونا بعدنا صغار أنا منظمة فيها بداية رحلتي مع الحملة كانت لما كنت صف سابع كأي بنت عم تدرس وتسع وراء مستقبلها في حدا من الناس اللي بعرفهم إجاوا طلب إنه يكون في علاقة غير رسمية أنا تماما رفضت الموضوع وبعدين هو صار إنه بدل أمور تتطور ويكون في علاقة رسمية بينه وبين أهلي طبعا في أطراف من عائلتي كانت قبلانا الموضوع تحت كلمات إنه البنت ما إلها إلا بيت زوجها ودراسة مش حتفيدها وما حتنجحي وفي أطراف كمان كانوا معارضين إنه لا خليها تكفي دراستها أنا هون ما كنت عارف مشو بدي أعمل فكنت عم دور على حدا لحتى يساعدني كان في أحد من جيراني عم يشتغل بحملة 3 كبرونة بعد ما صغار ونضميت لإلها وكنت سافيرة فيها وبلشنا نعمل أنشطة وننزل على الأرض وهي الأنشطة كانت كثير عم تساعدني وتأثر فيني لحتى بعدين صرت تجيب معي رفقاتي على الحملة وصار وسفراء معي وبعدين وبعد ما صرنا ناخد أنشطة وتأثر فينا هاي الأنشطة صرت منظمة كنا عم نترك أثر بكل حدا بالمجتمع أثر كثير عظيم وإنجاز كبير كنت عم نشوف النجاح بعيني بعد كلامه كثير جارح وقاسم كثير ناس قريبة مني نجحت وبعدني عم بنجح بأنه خلي بناتي اللي عمري ينجح ويحكوا لا هاي الأثر كثير رائع كنت عم نشوف النجاح بعيون كل حدا اشتغلنا معه وساعدنا رغم كل الصعوبات والكلام الجارح والقاسي اللي اتعرضنا لنحنا كيافعات ويافعين لكن هاي شي حلو ما كان في شي بيوقف بولي هنا ونحنا ضلينا عم نسعى ورا الأشياء اللي نحنا بدنا إياها والحلو بالموضوع أنه لما تكون بهي الحملة مش بس أنت بتغير بحالك أو بتأثر بحالك بتغير بالناس اللي حواليك وبتأثر بالمجتمع اللي حواليك بتترك أثر بغيرك وبكتير ناس بتكون عم تشوف نجاح غيرك وغيرك لما بتنزل عالأرض وبتشتغل وبتحس وقتها بشعور الإنجاز والنجاح بتكون لاو نس النجاح وعم تشوفه بعينك هم لذا تتكبرونا بعد ما صغار بعدها بتكبر بتكبر يعطيك العافية زهراء شكرا كتير بس قبل ما ننتقل لجمانا أنا خبرتكم عن الخطة الأولى اللي بتستهدف عملنا مع الأطفال بس كمان ما خبرتكم عن الخطة الاستراتيجية التانية لحملتنا عندنا خطة استراتيجية تانية يعني ما وقف شغلنا بس مع الأطفال وبس فكرنا قعدنا مع بعض ولأينا حالنا أنه لازم نحن مو بس نوقف شغلنا مع الأطفال لازم نحن نشتغل على الشغل القانوني نتفعيل القانون نشتغل لحتى الدولة تفعله وما تسمح لتزواج الأطفال تحت سنة 18 وهي الخطة العرفيين معاقبة أي شخص ما عنده أي صفة قانوني أو شرعي وهذا الشي كان بقيادة المدام كوسر عبد الفتاح منسئة فريق الأرز وهلا هي رح تخبرنا عنهم وعن فريقهم وكيف كان شغلهم مع المشايخ بسعد أول الجميع أنا كوسر عبد الفتاح منسئة فريق الأرز سيدة لبنانية ناشطة اجتماعية ورئيس تلائج جمعيات اللبنانية مرشحة سابقة في البلدية ومؤسسة للجان بالالفين وستة عشر والفين وسبعة عشر لمرحلتين بالبلدية مع فريق من سوريا لحل النزاعات وحقوق اللاجئين وحل المشاكل اللي كان سببه هذا النزوح أنا قد فريق الأرز الذي يضم نصفه لبنانية ونصفه الآخر من سوريا نحن سبع أشخاص فريق كامل المتكامل بعده متماسك لحد هلأ من بداية الحملة بعد حجدي للحملة من قبل المناسقين من داخلها لم يكن رفضا لهذا الطلب سررته بإنضمامي وانا زوجي مريض ما كنت مهيئة كتير بصراحة يعطيك العقل شكرا للكم وهي سورتي موجودة على وهي موجودة رادي يعني لقد قدت فريق الأرز بعد حجدي للحملة من قبل المناسقين من داخلها لم يكن ربدا لهذا الطلب بل سررته بإنضمامي للحملة كان نقطة إيجابية لعملي وعلاقاتي على مستوى مبنان وخلال قيادة لفريق الأرز وهدفه الاستراتيجي والشقق قانوني في هذه الحملة هو العمل مع رجال الدين من كافة الطواف وزياراتهم لوضع ما نقوم به بالحملة من مناهضة تزويج الأطفال حيث أيدوا وأبدوا دعمهم لنا وخصوصا خلال تصوير فيديوهات وكان أيضا نجاحا أضفناه للحملة خلال العامين حيث عرض بالاحتفالية التي جرت بالـ 2020 والـ 2021 ورأيهم الإيجابي لهذه القضية مع بداية المرحلة الرابعة زرنا عدد سالة القاضي يونس عبد الرزاء رئيس المحكم الشرعية سلاسة مرات بهدف طلب التعميم بحيث لم يكن ترتيب الزيارة سهلا استأجل الموعد مرتين وأكثر لانشغاله وارتباطه بأعمال أخرى ولكن بعد متابعة حسيسة التقينا به وتعرف على الفريق وعمله تجاه ما يقوم به المشايخ العرفيين في المخيمات وما يترك من آثار سلبية على الأطفال والأسر عامة يعني الأطفال خاصة والأسر عامة صار اللقاء بشكل ممتاز حيث حصلنا على التعميم وقام بإعطائه لنا استنادا للمادة رقم 70 في التشريع عقد الزواج والتي تنص فقط على أن إعطاء الإذن لعقد الزواج هو من اختصاص القاضي في المحكمة حيث المادة رقم 348 التي تنص على أنه يتولى إجراء عقد الزواج القاضي فقط أو مأزون من قبل القاضي بإجراء العقد واتفقنا معه على تقصي ومتابعة أي شخص يقدم على إجراء أي عقد عرفي حيث عرض وهذا كمان إضافنا نجاحا آخر للحملة حيث عرض هذا التعميم بالاحتفالية المرحلة الرابعة أيضا قبل ذلك أرسلت التعميم على الجروبات جروبات الحملة وأحببت أن أتشارك هذا النجاح مع الفرأ الأخرى الذي عملنا معا لوضع الخطة الاستراتيجية التي أوصلتنا لهذا النجاح مما أعطانا هذا النجاح قاعدة شعبية كانت تحاكي الموقع الجغرافي بين مجد العنجر وبريليس واشتورة وسعد نيل ثم في المرحلة الخامسة كنا نجمع بيانات المشايخ بطلب من الآدي يونس لأعطائه له وعندما جمعناهم على مدة شهور خلال المرحلة الخامسة زهبنا أنا وأصدقائي في فريق الأرض المحكمة الشرعية سلمنا إيهم بإيده ورحب فينا وقالنا أنا بدي اتعاون أنا وياكم بدكم تضلوا تتابعوا للأمر ونكون نحن وياكم تحت يكونوا هن المشايخ اللي عبي كتبوا هذه الكتبات تحت المجهد معنا نحن ومعه بحيث كلف رئيس الألم معه هو أنه استدعاء وأنذاراتهم وفعلا هذا اللي صار أنذروهم وأستدعوهم وأستدعوهم وأنذروهم بحيث أنه ما تعدوها لأنه في معقابات رح تكون عبطالكم وين ما كنتوا كمان قال لي خلالها أنه خلينا نحن وياكم عتعاون شو بصير معاكم خبرونا ونحن استكمالا لهيد المرحلة زرنا سماحة مفتي زحلة والبقاع الدكتور علي الغزاوي حاليا هو مفتي زحلة والبقاع عطيته كمان البيانات قمت أول شي بشرح الحملة وقمت أيضا كمان بشرح عمل فريق الأرز يعني شو عبي قوموا يعني المشيخ العرفيين من مخاطر المحاكم وأبدأ استعداده سمحت المفتي لأنه حكينا كم قصة صارت بالمحكمة عبتصير معاهم هني كمان يعني مثل نحن جينا طاقة فرج لإلون لحتى يكونوا عبي يحكوا بهذا الأمر من ثم وعدني بعد 15 يوم بحير ضلي الجواب شو بدي يصير معاهم بالنسبة له وإذ هذا النجاح كمان بدي ضيف للمرحلة الخامسة بأنه حكى مع مفتي الجمهورية على هذا الموضوع وقام مفتي الجمهورية كلف فريق متابع لهذا الموضوع فريق مفتيشين ومرائبين لزيارة المحاكم والاستعداد لنكون نحن وإيهن عم نتعاون على هالأمر حتى يصدروا التعميم ومن ثم ينتقل هذا التعميم مش بس للمحاكم الشرعية للمحاكم المدنية ومعاقبة هؤلاء شكرا شكرا يا كوثر هون هيك يعني عن جد إنجاز يعني بصراحة أرفع لكم القبة أرفع لكم القبة أستاذة كوثر بصراحة شي بيشر واو عن جد يعني كل اللي سمعناك كل الاحترام التجربة عظيمة ويعطيكم ألف عافية كل اللي معنا هون من الحملة صفاء والفريق لكن كمان كل اللي ساعدوا نحن ويمكن مش موجودين معنا اليوم يعطيكم ألف عافية عنا كم من سؤال يعني منحب إنه نحكي فيهم أول سؤال من من رانيا صباح صباح عن شو أكتر إشي أكتر على الرجال والشيوخ إنهم يتعاون بعرف بعرفش هذا سؤال يمكن أي حدا من الفريق بحب يرفع يده وتفضل دايما عنا نحنا منشوف التحدي إنه التعامل مع الرجال رح يكون فيه مقاومة فضيعة و ما رح يكون سهل إنه نقنعهم شو كان الأكتر إشي ساعد إنهم هم يكونوا داعمين ومشاركين حقيقيين للحملة فا نبدأ فيك يمكن أنا كنت رح جاوب إذا حدا ما بدي جاوب نحنا أول شي عند اللي عملنا الحملة للإستماع لأينا إنه الأب هو المؤسر الأكبر إن كان أخ أو عم أو كذا أو يعني وصي على الإبنت فلذلك استهدفنا الرجل ليش استهدفنا لأنه هو السلطة والقرار لأله نحنا قلنا شنون بدنا نقنع الرجل تاني رجل أمرأة تقنع رجل كمان نحنا ما فيها ما رح يتقبل الفكرة من أمرأة لرجل يعني عقلته تكوينه بهذا المجتمع نحنا ما فينا نبادر معه نقوله الزواج ولي بدي جاي يقولنا إنه مين أنتوا لحتى عبت تنصحوني أنا أدرا ببنتي وأدرا بهذه الشغلة أموني اخترعنا مغترعنا عدنا فكرنا نعملنا فرضية إنه نعمل رجال مناصرين لخضيتنا وحمدتنا لحتى يقدر الرجل يأثر على الرجل يعني هني معنا مع الحملة المناصرين يعني هني ضد الزواج المبكر فهو يقدر الرجل يتفهم مع الرجل تاني يعني ممثل المرعب تشفت قابل الرجل أدما كنت أنا قويبي بآطاء النصايح وكذا وبنتك وبينتك ومسلوب بل بنتك يقول لي إنه أنت لا بس قام هوني قدرنا نحنا ندخل من عقلية رجل تاني هو مناصر لقضيتنا يأثر عليه هذا هو النجاح الكبير اللي صار عنه ممكن طيف قصة من الحملة بتوضح الإجابة إجابة صفاء ممكن نسرين ترد ترد إذا بتذكر صبايا بالـ 2021 كان بالمرحلة الثانية اللي كان فيها حشد رجال مناصرين وكان في واحدة من التدريبات عم ندربها كيف بقدروا يقنعوا الرجال من عائلاتهم عم نزودهم بمهارات الإقناع والتفاوض فكان في كنا بمجدى العنجر السيد كوسر هي من البلدة نفسة وهي معروفة من أكتر البلدات المحافظة بالبقاء فكان الرجال جايين وهنا مناصرين للقضية وهنا المحركين ومتفقين معهم قياديات وقيادين الحملة أنه يكونوا موجودين معنا بهذه المساحة ولكن في أحد المشايخ اللي كانوا ضد فكرة الحملة كان عم يحرد على الحملة من خلاله وأنه وين رايحين عارفانين حالكم وين رايحين هاي الحملة عم جايبة أجندة غربية وعم تحركها منظمات نسوية فكان عم يثير هاي الشكوك وهي موجودة بدراسة الحالة إذا حابين تطلعوا عليها أكثر للأمانة سألني هذا السؤال أنا كنت دوري مدرب تقني عن مهارات التفاوض والإقناع وتلبكت لأنه أنا ما لح أعرف جاوب وإذا بتكون في صبية من الحملة سيدة لبنانية كانت عضوة بالحملة فقامت وفكت قصة الشخصية قصة الشخصية مع إذا بتكون ضمنت تفاصيل جسدية عادة بمجتمعاتنا لا تحكيها النساء بالمجال العام بس ولكن هي حست أن الحملة بخطر وأنا لازم أحكي هاي القصة لتقدر تغير وبتذكر لما بلشنا الحملة بال2019 كانت عم تطلب لما كانت زميلتي روان من أهل عم تدربهم على القصة الشخصية كأحد الأدوات الأساسية الممارسات الأساسية للتنظيم أنه قالت أنه أنا باستخدم هاي القصة بس بالمساحات اللي فيها نساء بس المساحات المختلطة ما بشعر عندي قدرة بخاف على حالي أو في حساسية أني أحكيها هذا الحكي بال2016 بعد سنتين بعد ما وثقت بالحملة وثقت بحالة وشافت قديش عم تقدر تغير وشافت أنه بهاي اللحظة لحظة مصيرية إذا ما عرفنا نجاوب هذا الرجل إذا نفقد سيقة 23 رجل كانوا موجودين بالقاعة لما حكيت قصتها الكل إذا بتتذكروا قالوا لا نحن مع الحملة وقفوا وصفقوا وكفنا فهي القصة الشخصية يعني كمختصر من هاي القصة اللي حكيتها القصة الشخصية للنساء أنه هي مو أجندة من منظمات خارجي لو أنا حكى كالنساء الآن بتبين أنه أنا جاي عم نظر عليهم أنه هيك لازم تعمل وتساوي حقوق إنسان وحقوق نساء لا هي حكيتها بنفس القيم تبعي وسولاك من قصتها الشخصية وقعت لأ أنه هي مو مشكلة المنظمة هي مشكلتنا نحن إذا ما بدك تشوفنا نحن عم نتعرض وولادنا عم يولدوا بظروف غير لائقة وصحيا وممكن تأثر على صحةنا الجنسية والإنجابية فمعناتها أنت عندك المشكلة مو نحن شكراً أناس رح أخذ كمان سؤال هذا سؤال خصيصاً موجه لخديجة لأنه أنت كثير حكيت عن الشعور بالقوة والنجاح الحضور عم بسألوك شو أكتر لحظة أثرت فيك وشعرت فيها في هاي القوة والنجاح لا أنا في مرتين صراحة صراحة ست يوم بين النجاح وقوة تتير أول مرة لما أول مرة قدرت أقنع رأي بالنسبة كانت هي مقتنعة بالزواج المبكر وكل شي فأنا بطريقتي بالبلاي قبل ما أكون بالحملة ما كانت أعرف شو طريقة تقنعها بس لما بعد ما نضمت للحملة وقدرت أقنع فأحسيت كثير بإنجاز وهي كانت أول مرة فهالسكرة دائمة على الأبناء والمرة الثانية لما صرت منصي أو فريقي صار يجيبي يقدر يجيب أعداد دميحة من الفصف الخطوبات والتأجيل شكرا برافو عليكم بطلنا أن نسمعك عم بقطع من الإنترنت ممتاز يعطيكم العافية شكرا كتير في عدد من الأسئلة أظن رح نقدر نغطيهم بالجزء الثاني اللي هو العلاقة كيف التعامل مع المؤسسات اللي بتشتغل على هاي القضية وفي كتير أسئلة على كيف التعامل مع الرجال ومع الشيوخ شوي قدرنا نسمع من أناس الجواب لكن كمان تجربة كل السيدات اللي جزء من الحمل الفريق كونهم من المجتمع وكونوا اللغة مشتركة يعني صعب أنه يكون حدا بيحكي أنه هادي أجندة دخيلة لكن بالأساس كمان لأنه نحن عم نحكي من أهل القضية اللي هم مجلوع من هذا المجتمع أكيد في تفصيلات كتيرة وفي تحديات كتير كبيرة يعني بنصحكم تطلعوا على التوثيق لرحلة الحملة لأنه فيها كمان كتير تفاصيل على كيف صار التطور والمسيرة بتغيير الاستراتيجيات والتكتيكات وتوسيع الحملة وإلى آخر هاي الحملة موجودة على الرابط لها موجود هلأ شاركته أظن ولاء إذا سمحتي ولاء ترجع تبعتي والحوار مستمر على هذا الموضوع بدي ننتقل للشق التاني معنا هلأ كمان نص ساعة بس النقطة الأساسية اللي بتميز هذه التجربة كانت بتبني نهج التنظيم المجتمعي والتركيز على قيادة أهل القضية والقوة اللي سمعناها هلأ وكمان الدقة في تحليل المشكلة وإيجاد الحلول يعني هذا كانت الوصفة السحرية فبحب نسمع من ريم مناع مديرة مؤسسة أهل أولا اشرحين لنا بشكل عام شو هو نهج التنظيم المجتمعي تمام بس بدي أبارك للحملة أبل ما أبدأ أحكي عن جد مبروك ويعطيكم ألف عافية وكتبت على التشات إنه كل مرة عن جد بسمع من الحملة بتعلم إشي جديد وهذا بالنسبة لنا الفائدة كمان بأهل إنه بالرحلة لما الحملات بتتبنى النهج وتنزل على الأرض هذا أصلا بيطور كمان معرفتنا بالنهج وبيطور أمور على النهج اللي بتساعد بقية الحملات وبتساعد المؤسسة على تعميل النهج أكتر وأكتر فالتجربة بحد ذاتها يعني رائعة يعطيكم ألف عافية وشكراً أنس والنساء الآن على الإيمان بالتجربة وخوضها يعني بس بشكل عام وسريع نسرياً التنظيم المجتمعي هو منهجية من قدرنا نقول أو فلسفة لخلق التغيير والتغيير نحو العدالة بالحقوق في سياقات فيها قهر فيها ظلم وفيها استبداد وجوهرها زي ما هلأ كنا عم نحي كل وقت فائم على الإيمان المطلق بدون ذرة شك بقدرة أهل القضية على خلق التغيير وتحقيقه في أنفسهم يعني خليني أقول هيك باختصار في ممارسات في خمس ممارسات للتنظيم بس المعادلة الأساسية لخلق التغيير اللي بآمن فيها نهج التنظيم المجتمعي فيها ثلاث أشياء حتى تصير معادلة التغيير شغلة الأولى تنظيم أهل القضية لأنفسهم ضمن فرق عمل تشاركية ثابتة وبتستمر بالتوسع وشفت أنس أنك حاطت ببالك تحكي شوي عن البنية فبركي كمان منشوفها بصريا لما أنا سيعرضها ففكرة أنه أهل القضية مش بس خمسة أو ستة لا أكتر سبعة وبعدين يعملوا فرق تشاركية ويستمروا في التوسع والعمل فهاي أول شيء بمعادلة التغيير وتاني إشي أنه يستثمروا مواردهم اللي أصلاً موجودة لقات قوتهم اللي أصلاً موجودة مش اللي بشعروا أنهم محتاجينها وتالت شيء بيستثمروا وهاي الموارد وكل هاي البنية والعمل بعمل استراتيجي تصاعدي أو بناء فبيعمل تغيير ورا تغيير ورا تغيير باتجاه خلثلة الظلم الموجود وخلثلة موزين القوى وهاي المعادلة هي بالتنظيم المجتمعي هي اللي إحنا مختص فيها بمؤسسة أهل فإحنا مختصين بنهجة تنظيم بس فالمنا زي مؤسسات في المجتمع المدني إنه نشوف عدالة في الوطن العربي نشوفها بعيننا ونعيش فيها ومنلاقي إنه دورنا لخلق هذا الحلم ومسؤوليتنا هي تمكين أهل القضية من ممارسة القيادة التشاركية والعمل الاستراتيجي وبس يعني بس بدي أقول نسرين أنت ذكرتين شوي بمقدمتك بس إنه الواقع في عالمنا العربي للأسف الواقع السياسي كتير صعب وفيه منهجة يعني من زمان في سلب الناس لقوتهم وسلب الناس شعورهم بالقدرة على التغيير وإشعار الناس إنهم بحاجة للمخلص للإنقاذ وبالتالي العمل على التغيير على القضايا نشوف إنه الأساس فيه هو إعادة شعور القوة للناس وإعادة تنظيم الناس مش العمل على آثار المشاكل اللي موجودة لأنه زي كأنه اللي عم بحكي إنه المشكلة الأساسية هي غياب وسلب الناس قدرتها على التغيير أو إشعارها إنه ما عندها القدرة على التغيير يعني كنت سألتيني كمان على إيش في أنواع حملات إيش الحملات التنظيم بجتمع كيف يكون شكلها أرض الواقع إحنا عم نسمع اليوم عن واحد نموذج من الحملات بنشتغل مع كل القضايا بغض النظر القضية إيش المهم فيها أهل قضية بعانوا من غياب حق بس فيه نوعين بنقدر نقول للحملات نوع حملات بنسميها ضاغطة اللي هي بتضغط سلطة ما أو صاحب قرار على إحداث تغيير ما سواء قانون تعديل قانون تعليمات إصدار تعليمات وإلى آخر فهي بتشكل قاعدة شعبية منظمة لحتى تشكل ضغط أكبر وأكبر على أصحاب القرار فهاي حملات ضاغطة ومثال عليها حملة قمع المعلم في الأردن مثلا هي حملة بقيادة معلمات بالقطاع الخاص عمرها الآن 8 سنين بلشوا ب7 معلمات الآن هم تقريبا 94 معلمة منظمة وواحد من التغييرات اللي عملوها قبل أربع سنين كان الضغط على وزارة التربية لحتى وزارة التربية طلعت قرار بلزم المدارس الخاصة في الأردن إنهم يحولوا رواتب المعلمات على البنوك ما يظلوا ينعطاكاش فهذا مثال والحملة الثانية وهذا آخر إشي يعني رح أحكيك كمثال سريع النوع الثاني من الحملات هي حملات تعاونية زي لا تكبرونا والفكرة فيها هي الحملة اللي مش بحاجة تضغط صاحب قرار أو جهة معينة لحتى يصير التغيير وإنما عملها بيكون على تغيير سلوك مجتمعي ما فبتشكل القاعدة الشعبية تبعتها لا يصفي القاعدة الشعبية ميزانها أكبر من السلوك أو العادة اللي عم بتسبب في سلب الحق أو في ظلم طبعا في حملات بتشتغل التنين يعني مش ضرورة حملة تكون يا إما تعاونية يا إما ضغطة زي ما شفنا هلأ لا تكبرونا في جانب صغير مهم كان فيها ضغط اللي هو على موضوع القضاء والشيوخ وإلى آخرية بس الأساس طبعها كان تعاوني وبالحالتين سواء الحملة كانت تعاونية أو ضغطة أهم شي إنها تكون أهل القضية هم اللي بيقودوا وإنه ما يكون الهدف توعوي اللي محطوط التوعية ممكن تكون أداة بس مش الهدف الأخير يعني فأصدك السؤال لتوضيح اللغة يعني كمان والمصطلح لما بتقولي تعاوني هو تعاون أهل القضية للعمل للتحرك لفعل معين يعني لفعل تغيير لتغيير العادة السائدة لتغيير النمط المعتاد بالضبط فهي بتعاونوا مع بعض أهل القضية ما بيضغطوا حدا بتعاونه مع بعض ليضغطوا أنفسهم ليضغطوا عادة ممارستهم للعادة زي كإنه والضاغط والضاغط فيه قاعدة شعبية بيشكلوا مع بعض بطريقة شاركية ولكن بيوجهوا أغلب مواردهم وقوتهم لتشكيل ضغط على صاحب قرار اللي بالأخير توقيعه أو الإش اللي رح يصدره هو اللي رح يعمل التغيير يعني واقف زي كإنه تغيير المعادلة الظلم الموجودة على قرار على قانون على تعليمات تصدر فوقفه عند شخص أو عند فئة معينة أو بزارة أو جهة تمام شكراً كتير يعني ممكن ننتقل شوي هلأ لأنس أنس هلأ نحكي بصفتك من مؤسسة النساء الآن بس بعرف كمان أنه أنت كان لك عدة أدوار في مسيرة الحملة هاي تحكي لنا شوي عن هذا الموضوع وعن تجربة المؤسسة في تبني نهج التنظيم المجتمعي وكيف هذا كان مختلف عن النموذج اللي اللي بتم العمل فيه بالقضايا بشكل عام اللي هو النموذج اللي إحنا كلنا بنعرفه إنه بتكتب مشروع وبتجيب تمويل وبنفس الوقت نستعمل لغة مثل بالمشاركة ومشاركة المجتمع المحلي والاستدامة والاستمرارية لكن برضه منكون يعني مش كتير حساسين لقضية السلطة والقوة اللي المؤسسة بتعملها على المجتمع المحلي وبنفس الوقت السلطة والقوة اللي بتمارس من الجهة المانحة اللي مرات كتير بتكون نعم تملي قضايا فكيف كانت تجربتكم في هذا الموضوع وإذا بدك تحكي لنا على النهج اللي أنتو اتبعتوه لإدارة هذا الموضوع بشكل عام توضل شكرا ريم شكرا نسرين أنا بس لحشرح شوي عن كيف طلعت الشاشة عنكم السلايد تبعي طلعت آه واضح ما لحفوت بتفاصيل الهيكلية بس بدي أحاول من أول هيكلية وضح دور النساء الآن إذا بتلاحظوا بالفريق المؤسس كان في دور للنساء الآن ضمن هيكل الحملة وكان ناخد الكوتشينج والتدريبات حول تنظيم المجتمعي من أهل فكانت النساء الآن بالفترة الأولى بالمرحلة الأولى مضطرة أنه تكون هي جزء من الحملة بس مع رؤية أنه هي بعد فترة تطلع لبرة وتكون الحملة عن قوضة القياديات بشكل كامل لعدة أسباب كانت أنه قياديات لسا جداد عن نهج المؤسسة بحث ذاتها جديدة على النهج إذا كنا أغذين مسافة ممكن نورطهم على سبيل المثال لأنه لسا ما كنا يعني بالإنجليزي بيقولوا test the water ما كنا لسا داسين نبض المجتمع إذا بدكم لنعرف إذا فينا نحطهم بها المغامرة أو لا فقررنا أنه نحن هنا نكون بها المغامرة وكنت يعني النساء الآن قدرت تعطيني تخصص تقريبا 60% من وقتي للحملة ولاحظوا كيف كنت أنا يعني بالدائرة بفريق المؤسس وفي صفاء فاطمة وعم يشكلوا الفرق الجغرافية ومن الفرق الجغرافية عم نروح لفرق محلية بالهيكلية بالمرحلة الثانية بالعمل مع الرجال النساء الآن أغذت خطوة لورا وسحبت معها أهل لورا كمان فكانت أهل عم تعطي تعطي دعم مرافق وتدريبات للحملة وسولاكن من خارج الستركتور من خارج الهيكل تبعها ظلت مرافق لحد هلأ ولاحظوا كيف كمان على المنحة الثانية الحملة كيف عم تتغير فيها الفرق المحلية صارت الفرق المحلية عم تفرز قيادات جديدة بفرق توسعية بالمرحلة اللي بعدها تبع السفيرات اللي بتحكي عن الملحق الدراسة ضل دور النساء الآن خارج أكيد وكان كمان في فرق من مجد العنجر عم تفرز أو عم عم يطلع منها فرق توسعية أكتر وبالمرحلة الأخيرة صار في بدل فريقين جغرافيين متل ما حكيت قبل شوي خديجة صار في فريق جغرافي ثالث ببر الياس وفرز منه ثلاث فرق محلية ما بدي فوت أكتر بالتفاصيل بس حبيت توضح من خلال السلايدز كيف علاقة النساء الآن مع بنية الحملة بشكل بصري أكتر حكيت أول شي أنه النساء الآن لما آمنت بهذا النهج فرغت وقتي كموظف لكون تقريبا 60% من وقتي للحملة لأنه إذا ما كان في هذا التفريق بالمرألة التأسيسية للحملة بيكون صعب على القياديات لحالهم يكونوا يقودوا هذا الغمال لأنه لسه يعني ها يحطوا رجليهم على سكة القطار فكان بدهم حدا يكون معهم قبل ما يكون بس عم يدفشهم نحن يعني كمان النساء الآن هي اعتمدت على ثقة مجتمعية كانت بانيتها مسبقا لخمس سنين وهذا شيء كتير ظريف الاستثمار فيه فغالب القياديات والقيادين هننا بيعرفوا من النساء الآن بيعرفوا مراكزها بيعرفوها كمساحات آمنة رجال الأسر السورية واللبنانية يعني بيعرفوا وين رايحين النساء لأي مراكز فهي الثقة كمان ما فيه مؤسسة فجأة اليوم تطلع وتقول بدي عمل حملة عن التنظيم المجتمعي إذا ما كانت بانية قاعدة شعبية مليئة بالثقة مع المجتمع بشكل متبادل هي بتوثق بالمجتمع وكمان المجتمع بيوثق فيها عبنا دور جيد كمان بحسه كان مفيد إنه نحن كنا عم نخلق الوساطة مع المانيحين لأنه هو نهج جديد نوعا ما والمانيحين دائما متعودين يكونوا عم ياخدوا مقترح كامل مع خطة واضحة لمسلا لمشروع لسنة فنحن مضطرين لنقدر نخلق هاي الوساطة ما بين الحملة كتنظيم مجتمعي والقياديين بس يجتمعوا بيحطوا الخطة الاستراتيجية فليعدوا مع بعضهم بدهم تمويل كبداية لبعض النفقات فما كان فينا والممول بده خطة كاملة ما كان نحن عم نلعب هذا الدور بالنص ونقنع نمارس قوتنا كمنظمة يثق بها أغلب الجهات المانحة إنه نحن نقول إنه بدنا نعطي المساحة الكاملة للقياديات اللي يحطوا الخطة الاستراتيجية كنا نخلق تفاوض معهم بعدة أشكال أحيانا نكون عم نقسم التمويل على مرحلتين المرحلة الأولى هي لوضع الخطة الاستراتيجية والمرحلة التانية لتنفيذ الخطة الاستراتيجية فهيك نحن نكون عم نقدر ندير براميجيا المشروع مع المانح بس كمان ما عم نخر بالنهج أحيانا كنا عم ناخد دعم فليكسبل مرن هنن بيوفقوا بالنساء الآن إنه هنن يعرفوا كيف يديروا هذا التمويل من خلال مشروع الحملة بس بيعطونا من البداية فنحن دائما على تواصل معهم ومنتبرهم بتحديثات شو عم تصير فهو شكلين كان صعب علينا هاي من الصعوبات كمديد يذكرها وللأمانة أهم شي نحن بحسه كان مفيد إنه قدرنا يعني نعمل هذا الجهدي اللي انتو عم تشوفوه هو إنه نحن كمنظمة نسوية قاعدية مجتمعية أغلب فريقنا هو من المجتمع نفسه بس ولكن مو كلهم وهو القضية تزويج الأطفال فبالرغم من إنه نحن ماننا منظمة دولية منظمة محلية كتير بس كمان ما عنا السلطة والوكالة إنه نتحكم بكل القضايا فكان كمان جزء من أخلاقياتنا وقيمنا إنه نحن كمان كمؤسسة ما نحتفظ بهي الوكالة على كل قضايا المجتمع عنا شوية قوة بإدارة التمويل وإنه عنا علاقة جيدة مع المانح فليش نحن ما نستفيد من هاي القوة ونحولها لقياضيات الحملة اللي يكونوا هن عم يمارسوا هاي الوكالة على قضاياهم وضافت للأمانة يعني أنا بشوف كتير إنه ضافت للمؤسسة يعني ضافت رحلة التجربة والمغامرة وكمان يعني من قبل كانوا يتصلوا فينا للباحثات والصحفيات والصحفيين لا يقلونا فيكن توصلونا بناجيات وضحايا تزويج للأطفال مثل أخمر بالخط العريض إذا بتعرفوا بيطلعوا ناس عم تبقي بس نحن هلأ صاروا يقلونا بدنا قياديات بقضية تزويج للأطفال فكمان هذا كتير كان بالنسبة لنا قيمة مضافة للنساء الآن إنه هي قدرت عن جد تحول القوة النساء اللي هنا كانوا ما بديوا ضحايا ولا كانوا متأثيرات بشكل مباشر ومرأوا بهالتجربة اللي يصيروا هنا القياضيات وفاعلات وشكل القوة تبعا اختلف رحلة تعلم مثل ما قالت ريم نحن دائما نتعلم من الحملة دائما ننبحر بشو عم يقدروا يعملوا وإبداع يعني فيه إبداع لأنه الشكل التقليدي للعمل المدني على مرور الوقت يعني بيخلق ملل أو روتين دائما هو نفسه دورات تدريبية دورات تدريبية دورات تدريبية بس هاي نوع هايك حملات تعتمد هذا النهج بخطط استراتيجية وتكتيكات إبداعية كمان بيعطي الروح للمؤسسة وبتشوف أنه هي عم تقدر تغير صورة نمطية يعني الحملة قدرت تغير صورة نمطية عن اللاجئات السوريات أنه كان من قبل ينقال قبل الحملة أنه أغلب السوريين بيزوجوا بناتهم بكتر لما عم يكون قياديات سوريات ولبنانيات وفلسطينيات عم يقولوا لا نحن ما بنزوج بناتنا كمان كتبت شغلة أنه نحن هلأ شو خططنا بالنساء الآن لحتى كمان نستفيد من هاي التجربة في مؤسسة تانية بالبقاء إذا بتتذكري ريم كمان هي شافة نجاح الحملة ووصلناها مع أهل لحتى كمان يدعموا حملة تانية حوال قضية أخرى باعتماد نهج التنظيم المجتمعي فكمان هذا منيح للقضايا النسوية الأكبر أنه تصير في توقمة أو في تكرار لنمازج نجاح ما رأيت فيها بعض الحملات كمان بالنساء الآن عم نحاول نبني نحن نشتغل بسوريا ونشتغل بتركيا وبلبنان كمان عم نفكر أن هاي التجربة مع حملة تلا تكبرونا يعني تجربة جديدة بالنسبة لأننا ما بدي أقول صغيرة عفوان هي تجربة جديدة وكانت عم تعطينا الإلهام لحتى كمان نحن نبني وحدات من التنظيم المجتمعي صغيرة بعدين نتوسع ضمن برامج النساء الآن وحدة بسوريا ووحدة بلبنان وبلشنا فيها يعني نحن لما منكون عم ندرب حيانا مثلا بتدريباتنا عن التنظيم المجتمعي منستعين بقيادات الحملة اللي يكونوا عم يسروا معنا هون كموقع حملة وإنما نستفيد من الخبرة اللي هنن بنوها من خلال وجودهم بالحملة وعم نفكر نتعم حملات حول قضايا نسوية تانية مو بس بلبنان كمان بسوريا وفيه نقاش داخلي دائما منخوضه مع أهل هو إنه كيف كمؤسسات بنقدر نستفيد من تعميم ثقافة التنظيم المجتمعي ضمن سياساتنا ما عم بحكي عن الممارسات بس عن قيادة التشاركية الإيمان بقوة أهل القضية إشراك الناس أكتر ما نكون نحن متحكمين كل هاي الثقافة اللي بتدور اللي بتندار فيها الممارسات الخمسة الوقت آخر كلمة بدي أولها شو ما أنا عم تذكرني بالوقت آخر كلمة بدي أولها أنه نحن كمنظمة نسوية عنا قيم نسوية من آمن أو منستخدم نهج النسوية التحويلية التقاطعية ولما تعرفنا على نهج التنظيم المجتمعي مع أهل من خلال دعمنا للحملة شفنا أنه قيمنا يعني نسوية التقاطعية التحويلية تلتقي كثيرا مع التنظيم المجتمعي لو كان عم يشتغل على قضية نسوية فبس آسف على الإطالة شكراً أناس يعني إحنا بنحب نسمع أكتر كمان بس أكيد الوقت ضيق شوي يعني أنا كتير من الإشياء اللي كتير بحبها بحب كلمات المرافقة وبحب كلمة احتضان ودور المؤسسة اللي بيكون واضح إنه هو دور مرافق مش عم سلطوي عم بملي على الأهل القضية إيش الطريق تبعهم حتى يمكن ضروري إنه نوضح إنه لما نعرض المراحل للحملة نحن ما عم نحكي إنه بـ 2019 قلنا في المرحلة الأولى رح تنتهي بهاي اللحظة والمرحلة الثانية هذا كان جزء من مسيرة طبيعية لا تطور ولحظات بيصير فيها إنجاز بيصير فيها تفكر شو أنجزنا بالمرحلة الماضية ووين بدنا نروح للمستقبل فعشان هيك تشكلوا هاي المراحل بطريقة كتير مهمة ومش مخططة وهذا جزء من إنه نقمة التقطيط اللي مفروضة على كتير منها النقطة الثانية يعني هو أدي هاي التجربة عملت تغيير مش بس ب خلق القوة والقيادة مع أهل القضية اللي شافوا الضعف هو جزء من قوة للتغيير ودافع للتغيير لكن هو يمكن تجربة غنية للمؤسسة ولتغيير طرق عمل داخل المؤسسة وكمان ضرورة الحوار مع الجهات المانحة والمؤسسات اللي بتفرد قوانين يعني مرات يعني مش منطقية وجزء هو قبول دور مختلف للمؤسسة إنه نحن مش بإيدنا القرار نحن دورنا خدمة أهل القضية والقرار بيجي منهم هم فيعني هاي كلها نقاط عظيمة ريم بدي أسألك أنت وفي لك في كمان سؤال يجا من زميلة صحفية اسمها ديل من الأردن تستفسر عن إمكانية يعني قيام حملة مماثلة في الأردن بظل وجود بالقانون بيعطي حق عمل استثناءات تسمح بالزواج المبكر للأطفال من عمر 15 سنة هل البيئة التشريعية اللي كانت موجودة في لبنان خلت إمكانية نجاح هذا التجربة أكتر ممكنة في لبنان يمكن هذا كمان سؤال يعني برضو للأشخاص من الحملة نواجه بس إذا بتقدري جاوبين على هذا السؤال هل بالأردن بظبط أنه نعمل الحملة بتواجه كذا 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 أكيد إذا القانون بسمح الاستثناء على الاستثناءات اللي بسمح فيها القانون زي كأنه الحملة بدها تكون لمواجهة هذا الموضوع تحديدا ممكن أنه طالما في هاي الثغرة وهاي الثغرة عم تأذي أو فيه بالأخير عم بتساهم بظلم لنسبة كبيرة من الطفلات والأطفال ممكن وبيصير العمل عليها والسؤال برأيه مش إيش الظروف التشريعية والوضع بين بلد وبلد وكيف بفرع السؤال هل في أهل قضية مستعدين يغامروا وياخدوا على عاطقهم تغيير هاي الثغرة الموجودة والبحث والتحليل حول أسباب وجودها واستمرارية وجودها ليلة هلأ مستمر مثل هيك إشي في بلد تشريعاتها تقدمية قدر الإمكان وإلى آخر شو اللي عم بيساهم بأنه هذا الثغرة إلى الآن موجودة كيف منقدر فالفكرة اللي بدأ أقولها بس لزميلتنا الصحفية إنه هديل الموضوع هو ولا عمره كان عندنا إحنا الجواب أهل كمؤسسة على طريقة التغيير يعني إحنا مجيها استشارية المجموعة والمؤسسة بتستشيرنا شو الآلية وكيف التغيير الجواب دايما على مرة 12 سنة بعمر أهل كان عند أهل القضية بعد ما نعمل معهم تحليل مكثف كبير هم بيكونوا وراه لإيش أسباب استمرار المشكلة ومنها بتبين بتبين مفاتيح الحل وهم بيختاروا إذن بناءا هاي الحلول بعد تحليل المشكلة يمكن نبدأ العمل على كذا مش على كذا بس زي ما قلتين السنين بس يبلشوا العمل على الهدف الأول اللي بيختاروا اللي بيعتقدوا إنه هو مفتاح الحل تخلص الحملة وبيحققوا نجاح فيه أو بيصير في تغيير ما أو بيشوفوا قبوتهم بقيادة القضية بصير في تقييم دايماً بكون الجواب إنه خلص سعطيكم العافي خلصنا بتقول لأ لسه ماذا بعد إنه إيش مقدر نعمل بالقوة هاي اللي انخلقت فيما بعد لأنه للأسف التغييرات المتعلقة بالأهداف الكبيرة لما مشتغل على هدف ولا عمره بتغير بسنة وبسنتين لأنه مشاكلنا كتير متجدرة نضم فيها متجدر جداً داخل فيه سياسات وتشريعات وعادات وإلى أخره فرح يشوف دايماً إنه فيه حاجة لتراكم التغيير ولا تغيير لحد ما نصير نشوف إنه الهدف الكبير إنه الطفلات في الأردن بكل الجنسيات والأطفال محميين من الزواج المبكر وما في حدا بتلاعب بهذا الموضوع شكراً ريم كمان سؤال أنت برأيك كيف شو كانت أكبر تحديات في يعني تبني نهج التنظيم المجتمعي حكينا عن كتير ناصر نجاح بهاي الحملة أو بأي حملات تانية مشابهة للتعامل مع قضايا حكومية وين التحديات الأكبر اللي بتحديات كتير 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 مهم هذا السؤال لأنه يعني إنه منعاني منه شوي صح في تجارب ناجحة وقوية منفتخر فيها زي مع النساء الآن زي رواد التنمية سابقاً في الأردن مؤسستين تبنوا النهج بقوة بس كمان بدي أقول قبل التحديات نسرين سريعاً بعرف الوقت قصير بس بدي أقول إيش السر كان وراء بوجهة نظرنا زي التوليفة أو الوصفة وراء أنها ضبطت هاي الشراكة عشان هاي مش سهلة يعني مش بسهولة مؤسسات تتشارب فقبل ما أقول التوليفة بس بدي أقول للحاضرين إنه إحنا هدفنا الاستراتيجي بمؤسسة أهل إنه المؤسسات المجتمعية القاعدية ونسوية تتبنى ناشة التنظيم يعني ومنقولها هيك صراحة وهذا تغيير استراتيجي بستراتيجيتنا بعد تجربتنا مع النساء الآن قبل سنتين يعني قبل ما نشوف إنها رح تكمل أربع سنين بالأول كنا نركز دائما على الحملات وعلى مرافقة الحملات بعدين شفنا لأنه عنا هدفنا العدالة وإعادة القوة للناس إنه لحالنا ما رح نحتر نعملها لأنه نعمل حملة هون حملة هون ولكن أثرها رح يظل صغير فشارنا نشوف إنه في عنا دور مع المؤسسات وأهمية المؤسسات تتبنى النهج والتالي كلنا مع بعض رح نخلق المواضين والقوة وإعادة القوة للناس بتصير باستراتيجية أقوى لإلنا كلنا وبتفيدنا كلنا فهذا هو التوجه الاستراتيجي وأنا وزميلات بأهلك كنا قاعدين عم نتساءل إنه طب شو التوليفة كانت مع رواد التنمية ومع النساء الآن ولقيت خمس أشياء كتبتهم قدامي فرح وطلع عليهم عشان ما أخذوا وقت كتير بس أول وحدة في أشياء أذكرها أناس أول وحدة هي إنه الطرفين ملتفين عن جد ومؤمنين على المبدأ جوهري لازم يكون بين الشركاء التنين إنه في قيمة على القليلة أساسية جوهرية ملتفين عليها وبحالتنا وبحالة نساء الآن ورواد كانت إعادة القوة لأهل القضية في إيمان يعني تمام إنه القوة هي بإيد أهل القضية مش بإيد خبراءنا اللي بالمؤسسات ولا إلى آخر عنا خبرة ما بتساعدهم بس مش هي الأساس وبس دي أشير لإلها إنه بالتالي الفكرة مش شكلاً أهل القضية يكونوا موجودين في العمل أو بالبرنامج لا بالفكر وبالخطة ولا مرة خلال أربع سنين إيجوا النساء الآن قالونا بعد ما الحملة طلعت بهدف أو استراتيجينا بس سم شوي نعدل هذا الهدف مش زابط أو هذا الهدف بصبش 100% ببرنامجنا ولا عمره هذا صار فهذا بيدلل على هاي الاجتفاف على هاي القيمة بشكل مطلق يعني مش إنه شكلاً فقط والإشي الثاني حكى عنها أناس بس هي فكرة إنه الطرفين مش خايفين يخوضوا تجربة فيها غموض بصراحة إحنا ما إجينا عن نساء الآن يعني ما منقدر نقولهم إنه إسمعوا إذا بتفوتوا بهاي التجربة بعد أربع سنين في 900 طفلة مش رح تتزوج رح نحميها من الزواج ما منقدر والتالي هم ما بقدروا هيك يحكوا للممول إنه نتيجة العمل رح تكون كذا ففيه غموض بس لكن هل الطرفين خلص ملتفين على هالقيمة اللي حكيتها بالبداية وعندهم ثقة بمهنية بعضهم البعض وبالمورد اللي عند بعضهم البعض رح يفوتوا فيها إذا خايفين ومترددين وبدنا نظل نعمل نفس البرامج اللي عم نعملها ما من المجامر في خلخلة موزين القوة ما رح يزغط ويمكن ما تنجح بس هاتوا نشوف شو بيسير يعني والموضوع التاني التوليف التاني هي التنين يبنوا على مورد مهم عند بعضهم البعض المورد كان عند النساء الآن اللي حكاء ناس هي إنه كان عندهم تاريخ مع أهل القضية فيه ثقة وعملوا معهم مسنين فيها مهارات تدريب مهارات قيادة وإحنا المورد عمنا مهنيتنا بالعمل بالتنظيم هدول التنين قدروا إنه مع بعض نحطهم لفائدة بعضنا البعض بطريقة ما ورابع إشي شوي بضحك إنه التنين مش مستعجلين بأنه الاستعجال بإنه يلا شو بدي يصير تغيير وهلأ بدأ شوفه قدام عيني مفيش أعداد يعني الأعداد إحنا اليوم قدمناها وشكراً أناس كيف عديتهم إنه متربطين مثلاً لسنة حلو بس التغيير الحقيقي اللي بيرضينا كمؤسسات بتآمن بالتغيير هو القاعدة الشعبية وقوتها وكيف تبني من مرحلة لمرحلة وكيف بتختار وكيف بتقرر وكيف بتحطنا على المحق وبتسائلنا كمؤسسات يعني أنا أتأكد أني سأل الآن الحملة سألتكم كذا مرة على أكمل إشي وغيرت بالطريقة ونفس الشي نحنا ومساء الآن بتسائلنا يعني بطريقة ما وهيك من فمش مستعجلين وبالتالي عملنا مع الممول هو اللي بيفرض حاله وبيخلي الموضوع مش مستعجل منجيب تمويل لا إيماننا ولا رسالتنا مش التمويل بحكم كيف ننمشي والردم تبعنا وآخر الشغلة وصراحة هيدي أشكر فيها أناس كثير يعني هو إنه الطرفين عندهم إيمان بإنه التجربة هاي فيها فكر نضالي ومش فكر مكتبي أناس مناضل إنه إنسان النضال بدمه مش بس لأجل هاي القضية لقضايا تانية وبالتالي وأكيد يعني كمان يعني مش رح أذكر كل حدا ماريا ورولا ولبنى وريم في مؤسسة نيسا الآن في روح نضالية فالعمل مش تلولست وهذا صراحة نسرين كتير كتير بفرق وهذا واحد من التحديات الموجهة شوي مع مؤسسات يوم العمل من التسعة للخمسة فقط هيك مش اللي القلب على الموضوع وكيف ده يزبط كيف ده أساند وأرافق وين في مشكلة وإلى آخرها فهاي كانت نقطة كتير أساسية وبالتالي شفتها كتير بأنس بنفسه بكيف بحكي مع الممولين بصراحة إنه بكتير مرات كان يعني بكل وضوح إنه يحاجج بقوة إنه بس هذا ما بيزبط إحنا منثق بأهل القضية ما بقدر أقول لكم إيش ببدو ينعمل تغيير إحنا بكفينا إنه أهل القضية رح يصيروا قاعدة شعبية وإلى آخرها ويحاجج عليها بقوة فهاي كتير مهمة لأنه هذا النفس يرجع مؤسساتنا بقوة ويكون أساس عملنا رح نغلط ورح ما نغلط وإلى آخرها في أشياء رح ننتوتر عليها إحنا والقيادين والقياديات الطبيعي يعني أي شراكة رح يصير فيها كتير أشياء بس فأقفى فأنتي سألتيني على التحدي حكيت أنا العكس إنه الأشياء اللي ساهمت بس التحدي ببعض مؤسسات العمل من التسعة للخمسة بوظيفة من غير روح نضالية صعبة تحديدنا للمنصق اللي بدنا نرافقه وإذا ما فيش الإيمان المبدئي بقوة الناس إذا بصير بين أحقا من قامن بقوة الناس بس تننوا نعدل كذا لا بطلالهم مش ياخدوا قرار بتذا وعدم آخر إشي بس هاي بدأ أقولها كتير كتير مهمة تحدي فيه كتير مؤسسات تتوجه لأهل للعمل وبتكون التحدي إنه ما عندهم علاقة واضحة مع القاعدة الشعبية يعني ما في قاعدة مجتمعية حقيقية حواليهم رائع ممكن عملهم مفيد بس بالتنظيم المجتمعي كتير مهم يكون في تواصل مع القاعدة المجتمعية اللي عندها قضية ملحة بدها التغير عليها وبالتالي هذا فادنا مع النساء الآن زي ما حكى أنا الزواج المبكر ما كانش إنه هلأ بروجيت كان قضية هم يعني بتواجهوا فيها مع المجتمع المحلي شايفينها قدام عينهم اشتغلوا عليها أكتر من سنة واستمروا بالعمل عليها ما جابوا مجموعة خاص نص تشتغل عليها يعني من بعيد وبس شكراً ريم ضايلنا دقيقتين بالزبط بهدول الدقيقتين واحدة دقيقة لصفاء بحب أسمع منك وين رايحين هلأ بالحملة أو وين بتفكروا تروحوا وبرضو بدي أسأل هذا السؤال لأنس بديقة واحدة من فضلكم يعطيك يا العافي أكيد نحنا مكملين ونحنا بعد هذا النجاح والفخر اللي وصلنا له طلعنا الدرجة درجة صرنا أربع خمس سنوات صرنا أقوى صرنا نحنا كتلي قوي على الأرض عرفانين حالنا نحنا وين هلأ شو بدنا بالضبط مو متل أي سنة نحنا فتنا فيها باتجاه الغموض هذا الشي نحنا من برش التقييم الماضي اللي حضرناها معه مو بس صوت شفت قدامي نموزج كتير حلو للأعضاء القياديين بالحملة من 12 شخص كلهم متفهين وإيد واحدة وعب يقولون نحنا مكملين وأبدا نحنا ما رح نتراجع خطوة ولو كانوا أنوا خفضنا من نسبة التزوج أطفال 30% بيكون لنا فخر بهذا الشي موفقين يا رب معناك بكل شفافية وموضوعية نحنا من شهر طلبنا من أهل يجوا على لبنان وطلعنا يعني لا يعملوا ورشة تقييم استراتيجي لعمل الحملة كله مو لآخر مرحلة حبينا نكون بره شوي لحتى ما نكون عم نأثر على هاي المساحة الحرة وأهل بصفتهم استشاريين أو كانوا عم يسروا العملية التقييمية ما عم يتصلوا بقرارات القاملة نحنا ناطرين هلأ تقرير التقييمة من أهل وبناء على في عدة خيارات مفتوحة ولكن أكيد نحنا بنحب بالنساء الآن أنه الحملة تيجي لعننا بتصور أو ما ضروري خطة استراتيجية بل على الأقل توجه استراتيجي ونحنا بندرس وفقاً لإستراتيجيتنا أنه كيف بدنا نكفي أو شو الخيارات الأسرار المتاحة الممكن عيض شكراً لكم يعني عن جد كتير في غنى بهاي التجربة وبالذات أظن نجاح الحملة التي تكبرونا فيها جمالية رهيبة لأنه نحنا ما عم نحكي أنه أنجزنا وفسخنا هالأدة وعملنا لما منسمع خديجة وزهراء منشوف تغيير على مدى حياتهم رح يسير إنه مش بس بهاي اللحظة شو تغير بس نحنا شايفين صبايا مستقبلهم قدامهم ورح يكونوا قياديات شو ما عملوا شو ما سووا وهذا بيعطي جمال وقيمة أكبر لهذا النجاح وهاي التجربة كمان فيها كتير دروس والجزء الأكبر هو إنه هي تذكير إنه نحنا مش موظفين ولا بيروقراطيين نحنا جايين نساعد مجتمعاتنا بقضية من آمن فيها لسبب ما مرات يعني بنبعد عن هذه الرؤية الواضحة لأنه في علينا ضغوط كمؤسسات ندفع معاشات موظفين بدنا ونبعد عن الأرض فهذه قيمة مهمة كتير لنوصل لتغيير أوسع سواء اليوم بهاي القضية بكرة بقضايا اللجوء بقضايا حقوق الأشخاص ده والإعاقة بقضايا أي شخص متهد حقوقه مش مش مضمونة فبشكركم شكر كبير وبتمنى لكم التوفيق لقدام أنا قبل سنتين سمعت عن تجربتكم وكان لسه صبايا مش جزء من الحملة فأنا كتير سعيدة اليوم إنه أشوف التطور اللي بيصير الاستمرارية والعلاقة البناءة والثمينة بين أهل ونساء الآن والحملة والمجتمع اللي أنتو جزء منه شكرا كتير لكم وشكرا لكل الحضور شكرا نسرين عالتيسير الجميل جدا شكرا 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 كتير يعطيكم العاق شكرا لكم لحضوركم برجع بقول إنه الدراسة يعني موجودة على موقع أهل وعلى موقع النساء الآن حطينا حطينا الروابط بالشات وإحنا جاهزين أي حدا اللي بحبي يستفسر أكتر وبعرف من الوقت كان يمكن يعني إحنا ممكن عدنا عايد نحكي أيام عن هاي التجربة شكرا لكم كلكم لحضوركم شكرا للقياضيات اللي شاركونا تجاركم شكرا أنس شكرا ريم وشكرا كتير نسرين على التيسير الجميل الغني اللي بيخلينا يعني نسلط الضو على كتير أشياء مهمة وأهلا وسهلا فيكم شوفكم قريبا إن شاء الله شكرا شكرا جمانا 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 الجندية المجهولة شكرا لكم شكرا لكم